زي ما شفنا يمكن قرارات مهمة جدا لمجلس إدارة الأهلي بداية من توجيه الشكر للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي السابق على الفترة اللي قضاها في النادي الأهلي وبالتأكيد العميد محمد مرجان يعني من قبل ما يتولى المهمة زي ما زملنا شريف كان بيقول هو ابن من أبناء النادي الأهلي فأنا أعتقادي أنه ده يوم صعب بأكيد جدا جدا عليه النهاردة العميد مرجان بيحقق إنجازات مهمة جدا مع النادي الأهلي وكل التوفيق أكيد فيه مهمته الجديدة نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة استداتة الوطنية النهاردة العميد مرجان بيتولى مناصب عديدة في النادي الأهلي بيقدم النهاردة أفضل صورة من العمل والإخلاص وكان ناجح جدا في مهمته وفي الحفاظ على كيان النادي ومصلحة الكيان في ضوء قيم أكيد مبادئ النادي الأهلي الراسخة وكان دائما ما يدافع عن النادي بالصورة الأفضل وهو أكيد فيه مهمة جديدة في شركة استداتة الوطنية اللي أكيد هتقدم المزيد من التطوير وهو وعد بداه وعد أنه فيه المزيد من التطوير اللي يخص الرياضة ويخص الإنشاءات بداية من الوحدة الاقتصادية مع النادي الأهلي والنادي الأهلي وشركة استداتة أو الوحدة الاقتصادية وتعزيز هذا الدور وهذا التعاون كمان العميد محمد مرجان يوجه الشكر كمان لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم واختيارهم ليه كمدير تنفيذي للنادي في الفترة اللي فاتت وأنه قام بدوره بالتعاون مع المجلس علشان يقدم الأهلي في أفضل صورة له وزي ما قلنا في ضوء قيم ومبادئ النادي الأهلي اللي بتسعى دائما للحفاظ عليها طوال تواجده فيه منصبه وبمساعدة أكيد الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب نهاردة كمان العميد محمد مرجان كان بيتكلم على أنه الفترة اللي جاية زي ما قلنا هتشهد تطوير وتعزيز تعزيز الوحدة الاقتصادية من شركة استداد الوطنية والأهلي لصالح الرياضة المصرية بشكل عام وشباب مصر خاصة أنه فيه خطة بيتم وضعها حاليا علشان نوصل لأفضل مكان برياضة المصرية من خلال الشركة الوطنية شركة استداد وشركتها مع النادي الأهلي وتحقيق الوحدة الاقتصادية في أفضل صورة ممكنة نهاردة كمان كان بيتمنى العميد مرجان التوفيق لمجلس الإدارة يمكن شكره من نهاردة عضاء المجلس وشكر الجماهير وشكر العمال والحقيقة زي ما احنا بنقول يمكن نهاردة فيه مهام جديدة لكن بتحتاجه أكيد وبيحتاجه هذا المنصب الجديد كما في الشكة طبعا العميد محمد مرجان كان ثلاث سنين أعتقد بيقدم صورة رائعة للمدير التنفيذي لكيان كبير النادي الأهلي من خلال التعاون الكامل مع مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة مهام جديدة زي ما بيقول السيد محمد مرجان هو نائب رئيس شركة استادات الوطنية بيقول عندنا خطة طويلة الأجل بس مش على يعني بس خدمة النادي الأهلي بالشراقة مع شركة استادات لكن على كمان تقديم خدمات رياضية لكل شباب مصر وده المهم شركة استادات الوطنية بصراحة بتقوم وحتقوم وحضراتكم هتشوفوا دوت خلال يمكن مش السنين البعيدة السنين القريبة تطوير على مستوى المنشآت واستادات مصر كلها في جميع المحافظات هتلاقوا طفرة رياضية بس مش في كورة القدم لا في جميع اللعبات الفردية والجماعية في اللعبات المختلفة هتلاقوا ان شاء الله تطور كبير جدا بتقوم بيه شركة استادات الوطنية أكيد الشراقة كمان مع النادي الأهلي شراقة عظيمة بداية من تطوير القناة بداية من استاد الأهلي والسلام كمان فيه ان شاء الله زي ما قال العميد محمد مرجان ان شاء الله هذا التطوير وهذا الشراقة القائمة والشراقة القوية مع النادي الأهلي ان شاء الله هتكون على مستوى أعلى الفترات اللي جاية كل التوفيق وكل التمنيات طبعا للعميد محمد مرجاني اللي قام بدور أكثر من رائع كمدير تنفيذي للنادي الأهلي بكل التوفيق اللي في المهمة الجديدة وده مش جديد على ابن من أبناء النادي الأهلي ان شاء الله كلنا ثقة فيه وبإذن الله ان شاء الله كمان بيقوم بدور أكثر من رائع مع شركة استادات الوطنية ان شاء الله بإذن الله